حركة النهضة في تونس وبعد الفشل في توسيع اتلافها داخل الحكومة تقرر قلب الطاولة النهضة تدعو لاستقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بحجة تضارب المصالح واتهمة بالفساد في المقابل يضع معارض حركة النهضة الدعوة لاستقالة الحكومة في سياق مناورة من أجل بسط السيطرة على القرار السياسي فهل تنجح الحركة في إسقاط الفخفاخ؟ وما أثمان ذلك على البلاد؟ ننقش هذا الموضوع مع ضيفنا من تونس الخبير في أسؤون السياسية والاستراتيجية دكتور خالد عبيد دكتور خالد أهلا بك معنا في غرفة الأخبار دائما إذن حركة النهضة على ما يبدو حددت موقفها من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ هل فشلت بذلك كل محاولاتها لإقناعه بتوسيع الائتلاف الحكومي بإشراك حزب قلب تونس؟ مساء الخير مساء النور هو في الواقع ليس فشل محاولاتها من أجل إقناعه قدر ما هي تعتبر هذه المسألة سانحة بالنسبة إليها كي تتخلص من العبء الثقيل الذي وزرت نفسها بها به عندما قررت أن تقبل بإعطاء ثقتها مضطرة ومكرهة إلى حكومة الياس الفخفاخ منذ أشهر هي تعتقد بأن أعطاءها أصواتها للياس الفخفاخ كي يكون حكومته إنما كان من باب الإكراه والإضطرار باعتبار أنه إن لم تقم بذلك فإنها ستجد نفسها مضطرة لخوض انتخابات لم تكن وقتها مستعدة إليها وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى اعتقادها بأنها بإضطرارها أعطاء أصواتها إلى الفخفاخ فإنها لن تكون قادرة على أن تمسك كعادتها بخيوط اللعبة السياسية وخاصة خيوط الحكم في تونس مثلما تعودت على ذلك منذ سنوات أي منذ 2012 إلى حد يومنا الحالي ولهذا السبب هي الآن تعتقد بأن الفرصة قد سنحت وبأن هذه الفرصة قد منحها الياس الفخفاخ إليها على طبق من ذهب وذلك من خلال مسألة تضارب المصالح والأوضح أكثر أن هي نفسها مسألة توصية الحكومة استغلتها إن شاءنا على أساس وكأنها تريد أن تحرجه وهي في ذات الوقت تدرك مدى شخصية العنادية للياس الفخفاخ وبالتالي تدرك أنه سيفض ذلك ولذلك هي تعللت بهذا الرفض كي تذهب إلى الأقصى وذلك من خلال الاستعداد لإنهاء علاقتها بالفخفاخ متعللة بعدة تعلات سبقة وأن ذكرها المكتب التنفيذي بيان المكتب التنفيذي اليوم السبت الماضي بوضوح واضح وهذه التعلات كلها تذهب إلى أن النهضة حسمت أمرها في الفخفاخ وقررت أن تنهي علاقته والمسألة مسألة وقت لا غير قبل ما نسألك إن ستنجح بإسقاط الفخفاخ دكتور خالد عبيد دعنا نلقي نظرة على ما أشار إليه المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة التونسية اللي اعتبر اليوم أن دعوة حركة النهضة لاستقالة الحكومة تهدف إلى بسط نفوذها على الدولة التونسية وسؤالنا هنا دكتور خالد عبيد ما الذي يمكن أن تحققه النهضة من خلال هذا الفرض؟ هو في الواقع أنا سأذهب أبعد من ذلك وأقول أن النهضة قد فرضت بعد نفوذها وسطوتها على دواليب الحكم وذلك منذ 2012 وإلى حد الآن وخاصة خلال فترة التوافق مع الرئيس الراحل باجي قايد سيبسيو وبالأخص عندما تولى يوسف الشاهد رئاسة الحكومة في تونس وارتم في أحضان حركة النهضة وقدم لها العديد من التنازلات التي الآن تجني حصادها ولهذا السبب حركة النهضة هي الآن في رفضها لليس الفخفاخ إنما ترجع إلى أنها رأت بأن ليس الفخفاخ بتحالفه مع رئيس الجمهورية الحالي وباستناده وباعتماده على التيارين سياسيين موجودين في البرلمان وهما التيار الديموقراطي وحركة الشعب إنما يريد لي ذراعها وكبح جماح سطوتها في الحكم وفي دواليب الدولة ولهذا السبب هي تريد أن تعكس الهجوم من خلال محاولة تهميش مركز اليس الفخفاخ وإرباك موقعه وإرباك صوتته وتفكيك ائتلافه وذلك من خلال المزايدة أكثر وذهاب إلى الأقصى على أساس أنها هي ستذهب من أجل انتزاع أو من أجل نزع رضائها عنه والذهاب إلى الأمام أو الهروب إلى الأمام وذلك من خلال قابولها بكل السيناريات المحتملة فهي مستعدة حتى إلى الانتخابات المبكرة إن لازم الأمر ومستعدة حتى إلى حل البرلمان مدام الضحية سيكون اليس الفخفاخ مع العلم دكتور خالد أن الحركة صبرت كثيرا على اختيارات الفخفاخ رغم اختلاف اقتناعاتهما وبالتالي هذا ما كان يشير بالفعل إلى ما يمكن أن تحضر لها النهضة طوال هذه الفترة اعتقادا منها طبيعة الحال أنه كان يشكل ورقة رابحة بالنسبة لهم اليوم ما هي خيارات هذه الحركة بعد فشل هذه الورقة التي لطالما اعتقدتها كما ذكرنا رابحة هي في الواقع لم تصبر عليه بل تظاهرت بأنها صبرت عليه وبأنها تضحي من أجل مصلحة تونس العليا وإلى غير ذلك من الكلام الدعائي ولكن الخيارات المطروحة الآن لحركة النهضة هي واضحة فهي بعد أن همشته وأربكت وضعه من خلال مسألة أو التهمة أو شبهة تضارب المصالح التي علقت به والذي أعتقد أنه قد وقع في الفخ السيد رئيس الفخفاخ فإن الاحتمالات أو سيناريات النهضة تتمثل فيما يلي هي بالنسبة إليها قد حسمت أمرا نحن رأينا في المجلس الشورى الأخير الذي نعقته في آخر شهر يونيو قالت بأنها جددت ثقتها لكن في امتظار نتائج التحقيق ثم فيما بعد حدثت منعرج آخر من خلال بين المكتب التنفيذي يوم 5 يوليو الحالي عندما قال بأن الحركة لم تعد تصبر على ذلك وبأنها ستراجع موقفها ودحت إلى مجلس الشورى سينعقد فيه آخر هذا الأسبوع هذا يعني أن حركة النهضة حسمت الأمر وهي الآن إما ستذهب إلى مسألة الفرض أو دعوة الياس الفخفاخ إلى الاستقالة مثل ما صرح بذلك اليوم رئيس مجلس الشورى النهضة معبر عن الرأي الخاص ولكن في ذات الوقت هي تريد أن تذهب إلى ما تراه مريحا إليها ولها وهو أنها تحجب الثقة عن الياس الفخفاخ من خلال لائحة ساحة الثقة وفق الفصل 97 من الدستور والتي يقدمها ثلث النواب وتحظى بأغلبية 50 زايد 1 وهي الأفضل بالنسبة إليها لأن الكرة ستصبح بيدها وليست بيد رئيس الجمهورية لأن عندما يقدم الياس الفخفاخ استقالته فإن المبادرة ستكون بيد رئيس الجمهورية ومن المحتمل جدا أن يكلف رئيس الجمهورية الياس فرل الفخفاخ مرة أخرى بتشكيل الحكومة إن قدم استقالته وهذه النقطة بالذات لا تريدها حرفت الناظر ولذلك هي تريد أن تسعى إلى الجانب الثاني الذي ذكرته لك وإن كان في نهاية الأمر ربما في نفس الوقت تغالي وتحاول أن تجلب الياس الفخفاخ إليها وذلك من خلال محاولة جذبه والذهاب معه في نوع من التحالف على حساب رئيس الجمهورية وتكرار سيناريو الشاهد السبسي من خلال إيجاد حلف بينها وبين حركة النهضة والياس الفخفاخ على حساب رئيس الجمهورية شكرا جزيلا الدكتور خالد عبيل